اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تقدم ريادة الاعمال في جميع المجالات التنموية وفي مقدمتها مجال تكنولوجيا المعلومات الذي تحتل فيه المملكة مراتب متقدمة واشاد سعادة وزير الاعلام باقامة هذا المؤتمر المعني بالمجال الرقمي وبما يمثله من فرصة ثمينة للالتقاء بالشباب والاستماع الى تطلعاتهم المستقبلية مثنيا سعادته بالمستويات العالية التي يتمتع بها المشاركون من شباب وشابات المملكة وقام سعادة وزير الاعلام بتكريم الجهات المشاركة والرعاء والمساهمين في انجاح المؤتمر والمعرض المصاحب بدروع التكريم والتقدم بالشكر الجزيل للسيد سهيل القصيبي رئيس مجلس ادارة تنمو والى السيد نواف الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة تنمو على جهودهم في عقد مثل هذه المبادرات ودعم الطاقات الشبابية وقد اشهد القائمون على المؤتمر والمعرض برعاية ومشاركة سعادة وزير الاعلام في فعاليات المؤتمر والتي تحكس اهتمامه بتعزيز التواصل وتشجيع المبدعين من ابناء البحرين وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها في ضوء ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير الكوادر الوطنية بما يعزز من اسهامهم في مسيرة العمل من قلب العاصمة المنامة وبالتحديد في مجمع يتم اقيم هذا المؤتمر الرقمي والمعرض المصاحب لذا كوليكتف هاب والذي افتتحه سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الاعلام واطلع عن كثب على الافكار الابداعية والتجارب الناجحة في مجال ريادة الاعمال وبالاخص المجال الاعلامي جولة تحفيزية وكلمات تشجيعية من قبل وزير الاعلام لشباب وشابات البحرين ليكونوا في المستقبل خير من يمثل مملكة البحرين وهويتها الفريدة افتخر جدا بالابداعات اللي نشوفها في الشباب البحرينيين وانا متفائل جدا اذا تم الاستثمار في هذا القطاع من ناحية استثمار الجهد والمال ان شاء الله راح نشوف القطاع الاعلامي البحريني يتزايد ابتكارا وابداعا وتضمن المؤتمر بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ورش عمل مختلفة منها الاعلام الحديث والرغمي وورش عمل تطور وتنمي المهارات الريادية الاساسية الى جانب توفير وتشجيع الشباب عبر بيئة مفتوحة ومتعاونة احنا الشركة متخصصة في الانتاج الاعلامي من ناحية الوثاقيات نركز على السوريتلينج من ناحية الصوتيات كبودكيست وايضا عندنا الجانب التدريب اللي نعطيه للمتدربين من ناحية التقديم الاعلامي والظهور صانعت محتوى عن الكتب اقرأ كتب على خصها انشرة في وسائل تواصل الشمعي هنا عدنا كل متكامل من البرامج اللي تساعد الشخص ان يصل الى السلام الداخلي يكتشوف رسالتها في الحياة وكذلك الدورات اللي فيها مهارات نصمم لكم الطاولات والاستاندارت لمناسباتكم ونقدم لكم احسن التصاميم حق الافنتات وجمع هذا المؤتمر تحت سقف واحد مجموعة من الناشطين والمتحدثين في مجال الاعلام الذين سيقدمون العروض والحلقات النقاشية المتعلقة بريادة الاعمال والابداع من خلال التكنولوجيا وجميع الامور المستجدة في مجال الاعلام معرض متكامل الاركان وفريق جعل من هذه الانامل الوطنية قصص نجاح ملهمة تنوعت بين الابداع والابتكار لتكون اضافة نوعية على المجتمع في كل عمل يقومون به طلال نايف لمركز الاخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر